أعلنت مؤسسة الكويت التقدم العلمي استكمال لجنة الترشيحات والبحوث الخاصة بجائزة لصميت للأمن الغذائي اعتدى قائمة المرشحين النهائية لنيل الجائزة البالغة مليون دولار لكل فائز والمزمع العلان عنها في أكتوبر المقبل وأضفت المؤسسة أن القائمة تعكس مستوى غير مسبوك من الجهد والالتزام بتعزيز الصحة والأمن الغذائي في أفريقيا وتلامس الجهود الرامية لمساعدتها على تحقيق إمكاناتها الكاملة هذا وتهدف الجائزة إلى المساهمة بشكل فعال في إيجاد حلول للتحديات الإنمائية الرئيسية التي تواجه الدول الإفريقية تخليدا لذكرى الراحل عبد الرحمن السميد الذي كرس حياته لمساعدة القرى السمراء